لا أريد أن أتكلم عنه إن شاء الله الحمد لله وعزو بالله من الشيطان وعزو بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخصرين وعلى آله الطيبين الطيبين واصحابه المجاهدين وبعد لا شك أن سروري لا خدود لا في خدوري ووجودي بين أدوركم في هذه الولايات المباركة وفي مبنى أمانة المنكمر الوطني مع أمينه ومع المحافظة ومع أحين الأمين العام المجلس القومي للتفل الثاكرين ومع باقي السادة المشرفين على الهدارات المختلفة لا يسعني وأنا موجود بين ظهرانيكم في هذا اللقاء المبارك إلا أن أقول الحمد لله رحي العالمين وأنا أعلم أن مهمتكم سواء في أمانة المؤتمر كحزب وطني يسهل على تغذية الحكومة بالسياسات الرشيدة التي تجمع الأمة وتحيئها وتحيئ العمل الحكومي من أجل تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ثورة الإنقاذ مع حكوماتها المتعاقمة وكذلك في مجلس الإخوة مجلس الزكر والزاكرين كل هذه المؤسسات عليها واجب ثقيل وهو واجب تقديم النصر لكل أطراف المنتمع إزداء النصر للحكومة من جهة وتوجيه المنتمع أيضا إلى تفهم حقيقة الوضع بالنسبة للطرق الصوفية وبالنسبة لجهاد الإخوة الصوفية وكذلك بالنسبة إزداء النصر للشعب لتفهم سياسات الدولة التي تهدف إلى إسعاده والتي تهدف إلى حمايته وحماية مقاسبه ومقدراته ففي كل الحالات أنتم لا شك تقومنا بواجب من الأهمية لنا ولكم وللمسلمين بمكان ونحن نعتبرهم وأنتم في السودان تقومون بمثل هذه الأعمال وتجمعون بين شؤون الدين وشؤون الدنيا وترشدونها ترشدون الشؤون الدنيوية لتنسجم مع شؤون الدين من أجل إسعاد البشرية ومن أجل إسعاد الإنسان في السودان ومن أجل أيضا أن تكونوا نوراسا للمجاولين من الدول الأخرى حتى يحذو حزوكم من أجل تطبيق شريعة رب العالمين في الأنفس وفي جميع الأحوال نحن نعلم أن كل هذا أمر ثقل لا يستطيع الإنسان أنه يحفل يحفل لا بتوفيق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد أن المسلم حيث كان وفي أي موقع كان هو مسؤول مسؤول بقدر المسؤولية التي أعطاها الله لك عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم مسؤول أرائيته الإمام راع وهو مسؤول أرائيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول أرائيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤولة أرائيتها والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول أرائيته والغلام راع في مال سيده وهو مسؤول أرائيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رائيته بالنسبة لإزداء النصر ابو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لهم يوما قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقال أيها الناس إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعطصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصفوا من ولاه الله أمركم أن تناصفوا من ولاه الله أمركم أي أن تقدموا النصيحة لمن جعله الله تبارك وتعالى عليكم واليا ابتداءا من المناصب الدنيا إلى قمة المناصب للدولة فالكل مأمورون بتقديم النصيحة والنصيحة هنا هي أن يصحب الفرد منا قائده بإخلاص وصدق وبعيد عن الغش بعيد عن الخداع حتى يسود هذا النصح والرسول يقول أن الدين كله النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة هذه النصيحة هي لا شك الهدف الأساسي في علاقة الكابع بالمنبور وعلاقة المقوم بالقائد وهكذا زكر الثلاث التي يكره الله لنا فقال كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال فنسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذا المقام على هذه الماهدة المباركة أن يتقبل هذا العمل وأن يجمع شملنا وشملكم وأن يوفقنا ويوفقكم وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ السودان وشعب ويحفظ بكم كل المسلمين بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقرأ فاتحة الكتاب وصلاة الفاتحة في هذه الفرائد ترجمة نانسي قنقر